خلينا نبتدي اليوم بالمشهد الأولي ليه وكان مشهد مهم جداً لأنه هو ده المحك في التجربة دي الأمن والاستقرار يمكن أول مشهد شفناه مشهد فخامة الرئيس وهو يتوقف مع الارتكاز الأمني وهو يتفحص التسليح لكل فرض أمن كان موجود ده بيعكس لأنك بتكلم أنت بتكلم على منفذ السلوم يعني أنت في منطقات حدودية طب ده بيعكس إيه بيعكس اهتمام رئيس هل ما طلبه وما تم التكليف به من إعداد فرض مقاتل مسلح بأحدث التسليح اللي يمكن أن يجابه تحديات الأمنية لكي يضمن استمرار عملية التنمية لا تنمية دون أمن واستقرار دي رسالة مهمة جدا الرسالة التانية كانت في النهاردة الصبح برضه دون الخوض لسه احنا بكلماش على الرسالة فهمة الرئيس الترحيب الشعبي دون حراسة يمكن أول مرة نشوف هذا المشهد بمنتهى البساطة وفي محافظة حدودية لسه أقول وفي محافظة حدودية وفي محافظة حدودية أمر مهم جدا ليه؟ بيعكس أجدوبات كثيرة جدا مصرة قطاعات أن هي تعيش فيها ومنفصلة عن الواقع وفيهم قادة سياسيين عظام جدا متصورين أنهم يعيشون على مواقع التواصل الاجتماعي ويخطبون الجماهير ويزيفون وعياه بس على أرض الواقع احنا شفنا الاستقبال شكله عامل ازاي؟ على أرض الواقع احنا شفنا أهل مرسى مطروح المصريين في مرسى مطروح وهم يتحدثون عن إنجازات الدولة المصرية وهم مستوعبين بل فيهم من القيادات غير المسيسة اللي طرحت مشروعات وأفكار منها فكرة استجاب لها فخامة الرئيس هي تحويل أو إنشاء شركة لأهالي مرسى مطروح ودي بادرة كويسة جدا شفنا حد تاني بيتحدث بوعي شديد جدا عن أهمية إنك تتيح للمواطن في مرسى مطروح إنه يتملك أرض ويدفع تمانها للدولة في مقابل إنه هو يستزرحها والراجل بيتكلم وهو بوعي إنه إزاي أنا لما هاخد منه الأرض بصدر الرحب لأنه هو مستوعب عملية التنمية اللي بتتم وشريط السحل الكبير لمحافظة زي محافظة مرسى مطروح التاني أكبر محافظة مصرية لما بنتكلم عليها هي ومحافظة الوادي الجديد إذن أنت تتحدث عن تقريبا أكبر مساحة في جمهورية مصر العربية فلما بتتكلم بالمنطق ده وبالسياق ده لازم نبقى مستوعبين إن الدولة لديها مخطط استراتيجي من ضمنه التنمية السحلية للشريط الحدودي طب التنمية السحلية دي تنمية سحلية بس لا ده تنمية سحلية مرتبطة بمشروعات بنية أساسية تم توفيرها من طرق ونقل إلى آخره إلى جانب مخططات استراتيجية إيه اللي هيبقى فيها سياحة إيه اللي هيبقى فيها مناطق لوجستية إيه اللي هيبقى فيها مواني إيه اللي هيبقى فيها منافذ تسويقية هنا بتتكلم على دولة لها رؤية هل المواطن في مرسى مطروح مستوعب ده؟ من الكلام اللي اسمعناه من الناس وأهالي مطروح النهاردة لا المواطن مستوعب هنا الانفصال اللي البعض مصر انه يعيش فيه وما يشوفش هذه العملية اللي تمت على الأرض المصرية طول الفترة من 2014 لغاية النهاردة دي مشكلة كبيرة عنده لانه ماذا لا يتصور انه يقرأ من كتالوج معد في مرحلة سابقة ولا يستطيع ان يواكب العصر اللي مصر راحت فيه مصر راحت لقطاعات شباب مصر راحت لقطاعات الاكثر عوزا في المجتمع مصر راحت لقطاعات التي تستحق التنمية لما بتتكلم على محافظة حدود بتتكلم على مرسى مطروح